بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء زيك اولاد عمدين ايه? اه النهاردة احنا هنكمل دروس تأسيس بتاعتنا والدرس اه نومبر سيكس وبنكمل في الفراكشنز وهناخد الاقواليتي بتوين تو فراكشنز يعني لو عندي تو فراكشنز فاعرف هما قد بعض ايكول ولا هما نوت ايكول ولا مين الاكبر ولا مين كل الحاجات ديال طيب انا اعرفهم ازاي تعالوا كده مع بعض نشوف اول حاجة اول تو فراكشنز بيقولي سري اوفر فور وسري اوفر هل دول ايكول ولا نوت ايكول طيب انا عشان آآ بعيندي تو فراكشنز واعرف هما ايكول بعد ولا لا ببص علي ايه ببص علي��터 سري اه حاجتي الدنوميناتر اللي هما تحت هل هما ايكول هنا الدنوميناتر فوق فور وهنا الدنوميناتر فور ايكول بعض طيب النوميناتر اللي فوق هنا ثري وهنا ثري طيب دول اللي اتنين آآ كأنهم كوبي وباست. يعني اللي اتنين زي بعض بالزبط. فيبقوا الاتنين دول ايه? يبقوا الاتنين دول ايكوال بعض. هي هي مفيش اي اختلاف لا نوميراتور ولا دينوميناتور. طيب تعالوا نشوف الساكند فراكشن. طيب انا هنا لو بصيت للدينوميناتور هنا وهنا اه فور اللي اتنين مختلفين عن بعض. طيب نوميراتور سيكس وفور برضو اللي اتنين مختلفين عن بعض. طيب لكن تعال نبص على حاجة جدا. ده احنا في الدرس اللي فات قلنا لما يبقى الفراكشن هو نفسه النوميراتور هو هو الديوميناتور يبقى الفراكشن ده ايكوال كامل مفروض. اي اي الفراكشن النوميراتور هو هو الديوميناتور بيبقى ايكوال one. طيب تعالوا نشوف التاني سيكس اوفر سيكس. اللي اتنين زي بعض بالزبط. يبقى ده برضو ايكوال كامل سيكس اوبر سيكس. ايكوال وان? طب ولو كان تين اوبر تين. ايكوال وان يعني معناها ان اي تو فراكشنز. النوميراتور هو هو الديناميناتور بتاع كل فراكشن لوحده يبقى دول ايكوال بعض برضو. ازاي يا مستر والديناميناتور مش زي بعد? هو لنوميراتور. لان كل فراكشن لوحده الفاليو بتاعته عبارة عن وان. يعني لو كنت مثلا الفور اوبر فور دي بعملها مع ثري اوبر سري. ايبقوا ايكوال بعض. لان معناها ان هو الريزلت بتاعهم او ناتجهم في الاخر هو ايكوال وان. طيب تعالوا نشوف حاجة زي كده. اه ثري اوبر فايف وثري اوبر تو. ثري اوبر فايف وثري اوبر تو. طيب تعالوا نبص على الديناميناتور. الديناميناتور مختلفين. فايف وتو. هنا فايف وهنا تو. طب تعالوا نبص على النوميراتور 3 و 3 زي بعض النوميراتور زي بعض لكن الدينوميناتور مختلفين يبقوا دول ايكوال ولا نوت ايكوال بعد طبعا هيبقوا نوت ايكوال بعد لان النوميراتور قد بعض لكن الدينوميناتور مش ايكوال بعد طيب تعالوا نشوف الكون اللي بعده 2 over 7 و 4 over 7 الدينوميناتور 7 و 7 ايكوال بعد تمام طب النوميراتور 2 و 4 not ايكوال يبقى 2 fractions دول ما لهم not ايكوال طيب انا دلوقتي بتكلمت على ايكوال و not ايكوال طب تعالوا بقى ان احنا نشوف طب لو انا عايز اعرف which is bigger مين اكبر يعني اكيد واحد اكبر من التاني صح تمام طب تعالوا نشوف ازاي انا اعرفه put more than او less than or equal العلمة دي يعني الاكبر بتبص للاكبر والساين دي اللي هي اسمها less than دي بتبص للاكبر وبتدي السن بتاعها ده بيبقى هالنحية دي هو الاصغر او اا الاكوال one over four و two over four which is bigger هلهم ايكوال بعد ولا مش ايكوال بعد طب تعالوا كده نشوف الاول ال denominator four four numerator one two اه دول يا مستر زي ما احنا اخدنا في الامثلة اللي فوق دول مش equal بعد طيب انا بقى عايز ازود عليها واعرف بقى شطرتك في ان انت تقول لي مين اكبر فيهم دي انا عرفها ازاي تعالوا نشوف كده ال types والانواع اللي انا اقدر اعرف مينهم which is bigger هنا one over four وهنا two over four طيب انا هنا ملاحظ ايه ال denominator زي بعض تمام اما جيت ابصة على النميراتور فوق لقيت هنا two وهنا one طيب انا عندي اول رول بيقول لي لو ال denominator اللي تحت دول قد بعض وفوق النميراتور فيه واحد اكبر يبقى اللي عنده الناحية الاكبر هو الاكبر فتبقى الصين كده هو معناها ان ال one over four هو smaller than the two over four او the two over four هي greater than the one over four يبقى لو لو لقيت ال denominator زي بعض ببص على النميراتور الاكبر هو الاكبر تمام ادي اول رول عندنا طب تعال اشوف لو مسلا سري اوفر فايف وسري اوفر فور which is bigger تعالوا نبص كده وهما equal بعض ولا هما فيه حد اكبر ولا ايه ال denominator five و four not equal طب النميراتور هنا three وهنا three اه النميراتور ادي بعض لكن ال denominator مختلفين يبقى ال two fractions دول not equal طيب انا عايز بقى اعرف which is bigger مين الاكبر فيهم طيب بصوا كده اولاد عندي تاني رول انا عندي النميراتور هنا equal بعض ال denominator مختلفين الرول بيقول لي بقى عكس اللي فوق بيقول لي لو انت لقيت النميراتور اللي فوق دول قد بعض واللي تحت ال denominator مش equal بعض يبقى الصغير هو كبير عشان كده دايما بنسميه يعني ايه يعني الصغير هو الفور تحت الفور وهنا الفايف فيبقى اللي فيه الرقم الاصغر هو الفراكشن الاكبر عكس اللي فوق اللي فوق لما كنت بتكلم النميراتور الاكبر هو الاكبر لكن هنا بتكلم في ان ال denominator اللي تحت الاصغر هو الفراكشن بتاعه اللي هيبقى الاكبر طيب دي في حالة ان فيه ادي ايما النميراتور قد بعض يا ال denominator قد بعض طب تعالوا كده في الكيس ديت تعالوا شوف ال denominator مختلفين طب النميراتور two one برضو مختلفين طب هما دول ايكوى البعض لا هو واضح كده من الاشكال ان هما مش ايكوى البعض طيب انا عايز طريقة اعرف بيهم مين الاكبر هنتكلم في اسهل طريقة وهي طريقة اسمها الكروس ايه الكروس دي شايفين الرقم اللي تحت دوت اه ده هيطلع منه سهم او ارو للفوق هيتعمل باي اللي فوق هعمله times الرقم اللي فوق three by one three by one equal cam equal three هروح كاتب جنبه هنا three احطها في circle كده اخليها معايا طيب طب والناحية التانية الفور والطول غالبانين دول هنام فيهم ايه نفس الفكرة الفور اللي تحت دي هتروح رايحة بارو كده للتو اللي فوق تتعمل times by four times two طب four times two او two times four equal what equal eight equal eight طيب وبعدين الجنب دوت eight والجنب ده three طب هي الات اكبر ولا three الات طبعا طالما الات اكبر النحيا دي يبقى النحيا دي هي greater than دوت يعني two over three هي greater than one over four سهلة جدا بطريقة من هو اللي تحت يطلع معمول times اللي فوق واللي تحت هنا يطلع معمول times اللي فوق واشوف الناتج لكل جنب وايه هو دوت اعرف مين الكبير والطريقتين اللي فوق دول على فكرة ممكن يتعاملوا بالكروز برضو هتلاقيهم يدوا لك نفس الناتج مصبوط طيب احنا بكده خلصنا موضوع والحاجات ديت تعالوا ان شاء الله نكمل في الدروس اللي جاية ونشوف هناخد ايه تابعوني